طيب ده سندويتش شعور مفراخ سعره 20 جنيه وده سندويتش شعور مفراخ سعره 85 جنيه وطبعا الفرق واضح جدا ما بين الاتنين فان المراضي هكار ما بين 6 سندويتش شعور مختلفة من 6 مطاعة مختلفة ب 6 أسعار مختلفين ونشوف بقى مين فيهم هديني أجمع تجربة سندويتش شعور مفراخ نلكنهم بقى على جمب ونبدأ بقى بأرخص سندويتش شعور مفراخ معانا بسعر 20 جنيه وطبعا لفيته مية ولا مخلل ولا اي حاجة لو ايه لا اطباق ولا الترابيزات ولا بتاع تاخد في حجرك وتمشي وصندويتش كده لفولك ويلا وبا يا نهر ابيض ده تلعى كمان محتوط في عيش شامي مش عيش سوري خالص تعال كده شوف طيب كمية الشعور موجودة جوا اه لا تصدقوا كمية الشعور محترمة جدا يعني الكمية دي بالسعر ده لو تلع طيب محلو فانا اشتهدت وخلاص لو مدينا حتت بقى التحميسة بتاعت السندويتش السوري عشان ما يحرقوناش من حاجة دلو طيب بسم الله طب والله تدبيلت وكمية الشعور موجودة جوا تعتبر كواسة جدا فطعامها واضح قوي هو قوي عشان اللي عيش من السوري فالتكسر بتاعه مختلف في البقق شوية بس الصراح مدقينيش خالص عندها سندويتش اللي ممكن اشتريه بعد كده على طول ايش تخليها على جنب عشان اللي بقى نقول على اسم المطعم في الاخر نخش بقى على السندويتش اللي بعد كده باغلى 10 جنيه بسعر 30 جنيه وانا بقى ادلع هيبان يعني السندويتش وزنه اتقل جاي معاه تمية فاتعال بقى نشوف شكل السندويتش ده افتحوا كده بقى مع بعضينا او هنا بقى ده سندويتش سوري يعني وصوا ده كده الحجم بتاعه جنب وشة او ومن الواضح طبعا ان كمية الشهور ما كتير لدرجة انها بزة من قلبي السندويتش او ايش نشوف طب الكمية اللي جوا اوه ينهر ابيض يا جدعين لا 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 ده المتوصلين على الاخر قوي يعني كمية الشهور ما كتير والتمية كتير وحاطين مخلل ومدلعين السندويتش وكل ده ب30 جنيه مع التتمية والمخلل الله اكبر يعني ندوق طريب بسم الله نديره كده غمس التمية عشان ندلع زيادة بسم الله افتحوا بجد التمية بتاعتهم عظيمة هل بقى تعمل سندويتش هنا عشان نرخيص دقينا او اي حاجة فالصراحة هائي يعني تدبيلت الشهور ما هنا كويسة جدا وهو التدبيلة بتاعت المفادة كانت احلى شوية بس هنا بقى عشان السندويتش مخدوم زيادة تمية وجاي معه تمية زيادة والعيش برضو والسوري برضو بيفرق جدا في السندويتش فتجربة السندويتش ده بالنسبة لي احلى فعاش جدا والله ب30 جنيه الواحد ممكن يأكل سندويتش شهور ما يبقى مبسوط على الاخر نعلم بقى بالسعر 10 جنيه زيادة برضو مع سندويتش سعر 40 جنيه وهينا بقى الكلام اختلف شوية يعني مبدئين كده مدين علبة تمية واحدة وما فيش مخلل هو قوي فيه باكتجينج نضيف شوية بس ده كده بقى حجم السندويتش اعتبر اكبر من وشي حاجة بسيطة واكبر من اللي فات برضو حاجة بسيطة بس بشاف ليه حاسه ارفع تحس كده ان هو سندويتش ال سي جي لدوق طائب بسم الله نجربه كده طائب بالتمية بصوا بصراح هنا كطعم سندويتش شهور ما يفراخ فهو حلو لكن للأسف العيش كتير جدا وطيبا حضرت الاطبقة شهور ما يفراخ بسيطة قوي فالعده بسبب ان العيش كتير حاس انها بتشد في البقى كده وبعدين مغطية على طعم الشهور ما فدايقتني والله يصحب عليها بسبب ان هو سعره كويس وحجمه كويس بس البتاع ده هنديله كارت الانتناني تركينه بقى على جمه يلا بينا بقى نعلى بالسعر 10 جنيه زيادة بسعر 50 جنيه وانا مش عادي بقى احنا كل ما بنعلى بنخيب ولا ايه لان اللي جايلي تمية ولا مخلل ولا ايه حاجة ده غير ان حجم السندويتش صغير اوي يعني بصوا حجمه جمبي واشه عامل ازاي طيبا ده نفس حجم السندويتش ابقى 20 جنيه هو الصراحة السندويتش تخينه مليان بس فين حتى علبة التومية ده ندفع 50 جنيه اجده وحده القيام الصغير اللي ممكن تخفره هي طعمه با يلا بينا بقى باسم الله حاية اي ده بس صراحة كتعم في هو طعمها جميدي اوي بس كسعر في هو برضو غالي جدا يعني انا من قط متين نص الصندويتش خالص هو قامل يان شهورمه من قلبه والتميةة بتاعته تعمها كويس وطلبيلتش هورمه تعمها كويس اوي الصراحة ده لما احطه في مقارنة مع السندويتش ابو 30 جنيه فلا الصراحة ده يخسر. فأنا مش عايفة بقول اسمه ولا لأ في الاخر فانت بقولوله بقى في الكومنتات اقول اسمه ولا لأ. كده الدنيا عمالة تغلق وتبوز مننا فهتعالوا بقى نعلي السعر شوية 15 جنيه زيادة مع السعر 65 جنيه للسندويتش. وده كده بقى حجم السندويتش اللي جاي اللي ولا جاي معها طومية ولا جاي معها الخلل ولا بتاع فاحنا هنحاول نخفي اسمه. لحد ما نتأكد بقى طعمه كويس ولا لأ. وبا. وده كده بقى الشكل بتاعه. ويعتبر الصراحة الحجم بتاعه كويس جدا بس ده برضه ب 65 جنيه ومش جاي معها لاته مية ولا بخلي. فأنا مش فاهم. انا مش فاهم المحلات بتعمل ايه. يعني هما بيدفعونا 8 باكت جينج 20-30 جنيه زيادة ضعف ولا انا مش فاهم. ده كده بقى الشكل بتاعه والصراحة يعتبر مليان شهور مفراخ كويسة جدا. وبعدين لو تاخدوا بقى لكم فاهمة حماسة كويسة ومزبطين على الاخر. هتعالوا بقى اندوه بسم الله. الوضعات اللحظة كدهان ويحنا عاملين نعلم في السعر ان تدبيل شهور مفراخ نفسها عملت احلاوة. يعني هنا دي تقريبا احلى تدبيل سندويت شهور مفراخ اجربها في كل اللي فاته. واقع الكمية تعتبر قليلة والعش كتير ففيه برضو نفس العضة والشدة دي. بس بالنسبة لحجمه وبالنسبة لطعمه فده سندويتش انا ممكن اشتريه تاني وانا مغمض. فانتقل اليمنى في صفقة التمام. نعلم بقى بالسعر مع اغلى سندويتش معانا بسعر 85 جنيه. وده انا للاسف مش هبين اسمه عشان الناس بتتقمس في الكومنتات. لحد ما يكسب معانا. وانا بقى الدلع هيباني يعني مديني توميعة دي. وتوميعة حرقة ومخلل. هو قال للاسف كميت التوميعة ما عرفش ليه قللوها في العلم كده بس يلا على الله. ونخش بقى على السندويتش. وده كده بقى الحجم بتاعه والصراحة انا بالنسبة لحجمه فان اشتريت خلاص. هو قال للاسف العيش بيفرفت منه انا مش فاهم ليه بس خلان لك تشفي سواء بقية السندويتش. اما بقى بالنسبة لوزنه فبرده الوزن بتاعه تقيل جدا وزي الفل. تعالوا بقى ندقوا بسم الله. ندقوا من اين. او مش كده بس دي. بس دي عيش هنا. يعني كل ده تقريبا عيش. يعني كل ده عيش. مفيش الشوارمة في الهتة دي. تعال كن قطعها. ده قطع بسم الله. او ده بقى علع كل تماما. يعني عايز حجم اخد اطول سندويتش شوارمة فراخ في الكون. عايز سعر فاخد لك سندويتش بخمسة وطمين جنيه ممكن تلاتة اشياره فيه هيشباعه. عايز تمية ومخلل فانا هغرق لك السندويتش تمية وهديك تمية برضو. غير بقى ان كمية شوارمة الفراخ اللي في قلب السندويتش تعتبر كتير الصراحة بالنسبة لسعره. راببو كيها طاب التومية. بسم الله. احي. اه دي برضو احلى تمية جربتها في كل اللي فاته باكتساح. هو بس الليقول ان العيش للاسف مش احسن حاجة كان السندويتش ده يعني عبقى ومية في المية. فالسندويتش ده مع السندويتشة وعشرين والسندويتشة وثلاثين التاراتة مديني افضل كما وقبل سعر الصراحة. فانا الصراحة خاف اقول اسمائق المطاعم دي. فالناس